بعيداً عن الفصول المنهارة ومصاريف الدراسة كانت فيه لقطة محل نقاش والسخرية وتصدرت هذه اللقطة تريند على السوشيال ميديا في مصر وهي صورة طلبة للشرطة المدرسية في المدرسة السعيدية السنوية العسكرية شوف الصور كده للطلبة آه ده أبا حاجة جمدة يبون ده إيه الصيد دي صح يا عز آه الصور دي الواد ده يا أولاد أمين شرطة موهوب وده أمين شرطة مرور موهوب ده هياخد من الميكروباسات حاجة جمدة شايف؟ ومناء الشرطة العالي طالع ومناء الشرطة البات الحقيقة أن الصور دي لاقت تفاعل يا حضرات على مواقع التواصل الاجتماعي فكتب الفنان أحمد كشك مستلهماً الجملة الشهيرة من فيلم هي فوضى الجملة اللي قالها خالد صالح اللي مالوش خير في حاتم مالوش خير في المدرسة الشرطة المدرسية بينما حساب تاني باسم عبدو سخر من الشرطة المصرية بالكلام اللي كان بيقول الإعلام على ضباط الشرطة واللي بيعملوه فقال تصريحات هو بيقول تصريحات الشرطة المدرسية في أول يوم دراسي على حدود الحوش المدرسة وإنت قاعد بتعمل واجب أنا قاعد على صور المدرسة وبحميها احنا بننزل الفصحة مش عارفين هيرجع تاني أو لا لا الله الوطن الكنتين والله انت دم خايفي عابلهم كمان حساب تاني باسم أحمد التارية على الشرطة المدرسية وقال لك الشرطة المدرسية عاملة كمين على أول محور الشهيد بيجيبوا يسحبوا كاريس أو الشرطة المدرسية عاملة كمين على أول محور الشهيد بيسحبوا كاريس بالجلاد مخالف خدوا بالكم لكن في ناس شافت ان الصور محزنة وبتزيد لدى الطلبة الإيمان بفكرة السلطة المطلقة ده قالوا حساب باسم خالد اللي قال حقي مضحك ومحزن أو ان الناس اللي بتخش الشرطة المدرسية أو اتحاد الطلبة بيفتكر انه كده بقى عندهم مكانة وسلطة أو بريستيج في ظل السخرية الناس واختلافهم مع الصور وانها بترسق حب السلطة المطلقة وتحول المعنى لحقيقة فجأة دخل إعلام النظام على الخط وخط تصريحات من الطلاب دول زي ما عمل موقع القاهر بعشرين واللي قال قال لأحد الطلاب طالب الشرطة المدرسية انا ملقب بحكم دار مدرسة السعادية ونفسي ادخل كلية حربية او جوية اخدوا منهم تصريحات بقى مش بس كده اعلام النظام الحقيقة نشر السيرة الزاتية لأحد الطلاب بتاع شرطة المدرسية شوف الموضوع كبر بقى ست معلومات حكم دار السعادية ست معلومات عن طالب الشرطة المدرسية اسمه فارس حكم دار السعادية طالب في الصف الثالث السنوي مدرب معتمد في مجال اللياقة البدنية تولى ضمن ثمن طلاب مهام الشرطة هدفه عمله بقى جو بقى عمله جو كمان طلع الإعلاميين على قنوات السيسي مجده في العيال وإنهم عندهم هيبة وده اللي قاله أحد المزعين على السي بي سي الناس مثلا بتتنبأ لزيادة النوع يكون نوع رئيس ممحس في المستقبل يعني النظرة شايفين حرككم ده زميل لي برضو في شرطة مدرسية شوف النظرة شوف الحزب شوف الانضباط الصورة برضو الأولانية الحقيقة ويعني يعني هيبة تحس فيه كده من شرطة مدرسية هيبة يعني ما شاء الله فالحقيقة نتمنى لهم يا رب كل التوفيق مش بس كده الصحافة بتاعت إعلام النظام قالت للناس تضمنوا مع الطلاب ووجهوا ليهم رسالة عشان بتتريع عليهم اسمع بعد محاولة السخرية منهم وجه رسالة لدعم طلاب الشرطة المدرسية قالك وجهوا له من رسالة هو طبعا الإعلام مش بيدافع عن الطلاب دول بمنطق انهم طلاب وكده يعني لا اهدى شوية وهدي نفسك ده هو بيدافع عشان الناس بتسخر من الشرطة نفسها يعني الإعلام ما بيدافعش عن الشباب دول ده بيدافع عن الشرطة عشان كده داخلت الناس على الخط على سورة المصر اليوم وعلقوا قال أحد الحسابات خاد الصورة وقالك حاضر هكرمش له 20 جنيه ترياء برضو ناس تانية هجمة المصر اليوم اللي بتنتصر لفكرة الشرطة قبل ما تنتصر للطلاب فحساب باسم أحمد قالك جرائد ملكوش علاقة خشي أحمد بصحافة ولا إعلام حتى الدول المتأخرة بقى فيها صحافة محترمة عن هنا دعم إيه بالزبط أنا ضد التنمر ماعتقدش ان اتكلمت عن الشكل والمظهر اعترضت على الفكرة فقط فين في أي دولة حاجة اسمها شرطة مدرسية وحتى لو في بتبقى أنشطتهم مختلفة تماما إيه فكرة ترسيخ العسكرة المدارس دي والله أنا لو عندي كلام كتير هختم بعد كلام كلمتين اللي قاله محمد ده دي كلمتين مهم هما دول ترسيخ فكرة العسكرة زرع فكرة أن الشرطة والجيش هما أفضل حاجة في المجتمع بالمناسبة أعلنت دلوقتي أو من شوية من كام ساعة جواز نوبل وأخد أحد أطباء العظام أخد جيزة نوبل في الطب السنة دي اسمه صعب جدا لكن ما خدهاش عسكري ما خدهاش زابط شرطة ولا ياخده عسكري ولا زابط شرطة العساكر وزباط الشرطة مهمهم الأمن فقط والبلد ما بتتقاس بالمهم بس بالمهم الأمنية بتتقاس بالعلماء بتاعها القوة النعيمة لأي بلد المفكرين الممثلين الكتاب الشعراء والفنانين لكن مصر في الأسف على البلاطة هتقول لي يا عزو أنت إزاي تقول على مصر أنها على البلاطة أه على البلاطة أنت خاين لا مش خاين مصر على البلاطة مصر ما فيهاش أديب واحد عليه التطلع مصر ما فيهاش كاتب من الكتاب اللي هم بيطلعوهم وعايز تجيبها من الآخر بقى ولا فيلم مصري دخل أوسكار السنة دي لا يوجد فيلم مصري دخل الأوسكار السنة دي أوسكار مهرجان الأوسكار العالمي لم يصلح فيلم ولا كرة الجن ولا قصة إياها ولا لم يدخل مش الترشحات مش أن يخش ينافس ده حتى يخش المعرجان السينما المصرية متعسرة لدرجة أنه لم يتم دخول اللجنة المسؤولة عن ترشحات الأفلام المصرية لدخول الأوسكار لم تجد فيه فيلم أنه ممكن يصلح أنه ندخل الأوسكار عرفت بقى أنه نحن على بلاطة عشان عندنا الشرطة المدرسية وكفاية علينا أبو حديدة اللي جابها وراء